أنا كنت طائش بيزاري طائع ضائع طائش باري يعني مرحلة المراهقة ورحت وعشت وسهرت وسافرت وما خليت شيء يعني بالدنيا ما خطر ببالي ما جربته جربت المخدرات؟ لا الحمد لله رب العالمي مش مخدرات شو الشيء الثاني اللي جربته لقيت انه بلا طعمه أول طلعت لي على الحياة المشروب كحول كحول أنا شربت فترة بسيطة بحياته وبعدين أخد قرار تقريبا صر لهذا القرار 22 أو 23 سنة مع عبدالله المشروب الحمد لله رب العالمين من باب الالتزام الديني؟ بداية لا كان موضوع الاختصاب أحيانا نسمع من آراء بعض الآراء أنه المرأة بتتحمل مسؤولية بالاختصاب أنا بحس أنه المرأة معزورة لأنه أساسا اللي معها ما بيكون رجل شو بيكون؟ شو بيكون؟ حيوان سميلي حيوان طبعا بالتحرش بعض الآراء تحمل المرأة مسؤولية إذا ما لبست هيك إذا ما تحركت هيك إذا ما تصرفت هيك ما تحرقش فيك رجل محمد قانوع شو بيقول؟ لا التحرش ما رو علاقنا يا أيام بشكل الخارجي أبدا هي مشكلة عند الشخص اللي عم بيتحرش يا مو مشكلة باللي قدامه يلي بيتحرش المرأة واحدة لابسة أصير أو واحدة محجبة أو قطة رح يتحرش فيها أنه هذا شخص مريض يعني شخص عنده نقص بكتير أشياء إذا بنتك حبت رجل من غير دين تقبل؟ لا ليه؟ هلا من غير دين يعني بنقول الديانة المسيحية فردا بده يأسلم ما عنا خيار تاني يعني إذا بدك نفوت للزواج المدني فلا أكيد لا أنت ضد الزواج المدني مو ضده يعني وما نوزواج شرعي أساسا منه زواج شرعي طب ليش اسمه مدني؟ لأنه مو شرعي هو زواج قانوني لأنه مو شرعي يحفظ حقوق المرأة بس يعني أنا عندي مشكلة يعني أنا مثلا إذا بنتي جوزت شاب مسيحي هو ضل عدينه وبنتي ضلت عدينها الولد شو بدا يجي الولد الولد بيطبع أبوه بكل شي الولد بنمه بس بيطبع أبوه بكل شي ما بتزبط معي أنه شلون حفيدي مسيحي ما بتزبط ما بتزبط لو فرضنا قررت لك بنتك بابا أنا حبيت إن شاء الله ما أنا حبيها لنوقف تنكرها؟ تنكرها ما فيني نكرها يعني شو واحد ما بينكر وجد بكير أنت كان عمرك 27 ومرتي كان عمره 17 وهذا الصح أنا بوجهة نظر يعني لو أنا وياها كبرنا 3-4 سنين كان ممكن ما نتفق يعني أنا بشوف مثلا الرجل ما يتجاوز 30 اللي يكون متجوز والبنت ما تتجاوز الخمسة وعشرين اللي تتجوز إذا تزوجت بعمر السبعتاش تقبل؟ يعني بنتك كمان صغيرة حرامة يعني يعني على الأقل تقطع لتمنتعاش يعني يعتبر تزواجه يعني بين التسطاعش والأربعة وعشرين أنا بشوف أنه هذا العمر المناسب جداً للبنت أنه تتزوج والرجل بين الخمسة وعشرين وثلاثين هلأ بعدهم بيصير في مشكلة عند البنت وعند الشب يعني البنت بس أطعت الخمسة وعشرين النضج عمده صار أوضح بكتير خيارات بتصير أصعب؟ بتصير تشوف الرجل بشكل مختلف عن ما بتشوفه وهي صغيرة يعني الشغف اللي عنده تجاه هذا الشب رح يخف يعني أول ما تقعد ماما بجوز تعجف فيه بس رح تدور على الأخطاء والمشاكل اللي فيه أنا إجا بده يناقشني شاب بده يناقشني بالمثلية والتعاطف مع هدول الأشخاص قلت له عفواً تعاطف مع؟ مع هدول الأشخاص نعم قلت له عفواً هل شي اللي بنا نتناقش فيه بيخالف الشرع؟ قال لي إيه بيخالفه؟ قلت له طب شو بدي نناقشك أنا؟ يعني شو بدنا نتناقش؟ ومو بيخالف الشريعة الإسلامية فقط كل الشرائع ضد أنه يكون إلهم حقوق؟ أنا اللي بيهمني من كل هاي السيرة أنه اللي بيحس هيك أنا مع أنه يتعالج يمكن يكون خياره هيدا بالحياة فإذن ما أنه مرض أنا عم نقشك أنا أنتبه يعني لا إذا بدي جاوبك بدون يزعلوا مني كثير والله لا بدي بدي جواب لأنه إذا كان خياره فعنده مرض أكبر بيرنب بمكان أكبر يعني وين؟ بمخه؟ طبعاً هل بتقبل، تمثل دور مثلي جنسي؟ الشرط الوحيد اللي برفض أنه أعمل هذا الدور أنه أكون أنا عم بعمل هاي الشخصية لوصل رسالة للعالم أنه هذا الشخص مظلوم ويجب التعاطف معه أنا من الأشخاص اللي مع فصل الدين على الدولة وفصل الفن عن السياسي السياسي إلى أهله وناسه ومن أكتر الأخطاء اللي يغلطوا فيها تحديداً الإعلاميين ببداية الأزمة بسوريا أنه حاولوا يدخلوا الفنانين أو حشروهم بهذه الزاوية فأنت ما عندك خيار لازم تكون هيك يا تكون هيك أنا زلمي فنان لا أفهم بالسياسي اللي صار ببداية الأزمة بسوريا شعلة نار وصف للي صار بسوريا تماماً يعني اللي صار بسوريا هي عبارة عن شعلة نار ما عد عرفنا الأمور وين رايحها ونطلب منك كل آتنا أنه ناخد موقف إما تكون هيك أو هيك يا أخي أنا كنت مع البلد أنا اللي بيهمني البلد وبيهمني الشعب السوري نعم بيهمني سوريا ولتاريخ هاي اللحظة ما بيهمني إلا سوريا برأيك محمد قنوع أنه الفنانين أخطأوا لما أعطوا رأيهم بالسياسي الفنان ما لازم يعطي رأيهم بالسياسي خطنا خليك